الطاقة العامة لبرج الميزان بالفترة الحالية ده اشوف انه انت بانتظار اتخاذ قرار او خبر صار لك فترة متأخر عليك هذا القرار او الخبر ممكن يكون على الصعيد العاطفي او ممكن يكون على الصعيد المادي حتى ده اشوف هذا الخبر اللي انت منتظره راح يوصلك بالفترة الجاية ممكن تكون صار لك ثلاث اسابيع منتظر هذا الخبر او ثلاث الشهر وتقريبا صارت عندك طاقة تي اس من عنده ده تفكر انه هذا الشخص اذا كان شخص تواصل او حتى اذا كان موضوع عملية انت قربوا تي اس منوصل هذا الخبر اليك بس ده اشوف انه هذا الخبر بالفترة القادمة راح يوصلك وعلى الصعيد العاطفي ده اشوف عندك بعض المخاوف او التردد او نوع من التشويش عدم الوضوح اتجاه شخص ممكن يكون برج العدراء احنا طال ايامي برج العدراء ممكن يكون شخص موجود بحياتك من برج العدراء انت بالفترة الحالية اه هذا الشخص منسحب او مبتعد عنك صار لفترة ده تحس انه اكو بي تغيير معين فهذا الشي مسبب لك عدم موضوع وعندك نوع من التشويش بالفترة الحالية اتجاه هذا الشخص ده اشوفه هايدة تفكر تريد تعرف شنو سبب انعزال هذا الشخص عنك فجأة وممكن يكون معاطفي ممكن حتى يكون شخص وياك بالعمل وهذا البرج ما لتفق انت اللي قاعد مثل اللي قاعد دور بالفترة الحالية وراء او ده تحاول تعرف عنه اخبار معينة هاي جينا على الطاقة العامة نظرة سريعة خلونا هسا ندخل بالتفاصيل الاكثر على جميع الاصعدة على الصائد الماضي برج الميزان الناس اللي هما عدهم عمل يعني هما عدهم شغل وهذا الشغل موجود باديهم هما وماكو احد يرأسهم ده تشوف بالفترة الحالية عندك نوع من القلق او المخاوف انه انت تخسر هذا العمل بالفترة الحالية عندك مخاوف اتجاه خسارة معينة بالعمل ممكن حتى يكون عملك نفسه انت مليت من عنده واتريد تغير مكان عملك عندك نوع من القلق عندك نوع من الروتين والعمل ما قاعد يتقدم وباقي بمكانه نفسه وهذا الشيء ايضا طلعوا ايايا حتى بالتحديات اللي ممكن تواجهك بهاي الفترة ممكن تكون قاعد تبدل مجهول بالعمل اللي انت موجود به حاليا بس النتائج اللي قاعد اتحصلها من هذا المجهود مو متقدر تعبك مو التعب اللي انت تتعب بهذا الشغل يجيب لك القدر اللي المفروض يكون ارباح لك من ناحية التعب اللي انت التعب ده اشوف عندك تعب هواية بالشغل بس ما قاعد تاخذ حقك عندك ظلم بموضوع العمل هاي اذا شنت انت يعني عندك عمل ممكن يكون عندك اكو شخص بالعمل متسلط او حتى اذا كان مديرك بالعمل ده اشوف هذا الشخص امتعبك هواية بالفترة الحالية وده يضغط عليك وهواية امور هذا شخص من النوع اللي منضبط جدا ونفس الوقت ما ينطي اعذار ولا حتى يهتم لظروف اللي ممكن تكون موجودة عند الناس اللي تشتغل جو ايده اذا كانت انت موظف اذا شوف عندك تعب من خلال شخص سلطة اكبر من سلطتك بالعمل للنساء البعض من عدكم ممكن يكون هذا الشخص المدير اللي بالعمل عنده مشاعر اتجاهك او انت حتى عندك مشاعر اتجاهه وهذا شي مسبب لش نوع من المخاوف والقلق اتجاه هذا شخص واتجاه خسارة عملاش ممكن يكون هذا الشخص قاعد يسبب لش نوع من المضايقات بالفترة الحالية فانت باقية ما بين انو انت تحافظين على شغلك او انو 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 تصدين هذا الشخص ولها السبب عندك مخاوف انو 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 خسرين شغلك بسببه لانو هذا المدير ممكن يكون عند طاقة تلاعب شوية. عموما على الصعيد العملي لبعض من عندكم دا شوفوا عنده تغيير بعمل ممكن لبعض منكم يكون خسران عمل صار لفترة او انه هو بالفترة الحالية على وشك انه هو يترك عمله دا شوف اكو عرض عمل جديد وهذا العرض ما للعمل الجديد اللي راح يجيك خلال هذا الشهر. راح يكون عرض مستقر وثابت يعني اذا شنتوا داوموني بشغل اهلي فراح يصر هذا الشغل يعني تعيين حكومي يجعدكم وتعيين ثابت يكون لانه دا شوف اكو شغل مستقر عدكم راح يصير بالفترة الجاية راح تستقرون بي بس انتوا عدكم نوع من الملل ومن التعب من هذا الشغل اللي انتوا به حاليا دا اشوف اوضاعكم على الصعيد العملي. امتعبكم العمل هواية بهاي الفترة وهواية شايلين هما ونفس الوقت ما مرتاحين بالشغل اللي انتوا به. عدكم نوع من الروتين ونوع من الملل بهذا العمل. على الصعيدة صحي دا شوفوا البعض من عدكم شان ماررب ازمة. صار لفترة ممكن يكون مريض ممكن يكون حتى داخل المستشفى. بس بالفترة الجاية دا اشوف عنده شفاء او انه هو بالفترة الحالية يبلش انه يشفاء. ممكن يكون هذا الوضع مو قلكم الشخص موجود من العائلة. ممكن اذا كنتوا يعني متزوجين يكون طفل او حتى شريك او اذا كنتوا ما متزوجين ممكن يكون من الاهل. المهم دا اشوف اكو مساعدة. الشخص مريض وده اشوف اكو شفاء اكو خبر حلو على الصعيد. صحي راح تسمعونا بالفترة الجاية ممكن حتى يكون البعض النساء حمل مفاجئة راح يصير عندك. بالفترة الجاية راح تكتش فينا. نجي شوية نركز على تفكيرك بالفترة الحالية يا برج الميزان دا اشوف تفكيرك بالفترة الحالية بالنسبة للعزاب. الاغلبية من عدكم وحتى المرتبطين دا اشوفكم دا تفكرون انه خلاص حان الوقت انه انتو تستقرون يصرعتكم نوع من الاستقرار بالعلاقة كالزواج. البعض من برج الميزان دا اشوفوا بهاي الفترة غالبة عليها طاقة الاستقرار طاقة المنزل طاقة البيت الهدوء البعض منكم عنده امني ينبالي ردي حققها تجد خص موضوع زواج. للعزاب دا اشوف اكو بالفترة الحالية عدكم. عرض زواج وانت وهذا العرض قاعد اتفكرون بي صار لكم فترة. والبعض من عدكم ممكن يكون ما مقتنع بهذا الموضوع تماما. البعض الثاني دا اشوف انه اكو عدكم امنية. دا تفكرون بيها ببالكم بالفترة الحالية شاغلتكم وتخص موضوع زواج ممكن يكون من الشريك. بس اه وتحسون انه هاي الامنية لازم تتحقق وقاعد تدعون حتى تحصلوها عدكم نوع من الرضا السعادة الداخلية. ولكن اه يعني دا اشوف موضوع زواج بالفترة الحالية. راح يكون مجرد كلام. وبداية الفين وعشرين اكو موضوع زواج راح يصير هاي بالنسبة للتفكير البعض منكم اللي مرتبطين مليتهم من العلاقات اللي مريتوا بيها. وهاي العلاقات ما بيها نتيجة وما قاعد توصل للمكان يعني مجرد علاقات عابرة تقضون بها وقت وبعدها تخلص او تنصدمون انتم بنهايتها فدا شوف عدكم طاقة ملل من هاي العلاقات دا تبحثون على شخص يكونوا ياكم جدي بالعلاقة. الشي اللي دا تدورونه بهاي الفترة شخص جدي يدخلوا ياكم يكون علاقة بيكم جدية توصل الى مرحلة الزواج. هاي دا احكي على التفكير برج الميزان بصورة عامة. المتزوجين دا اشوف انه انتم مريتوا بمشاكل صار لكم فترة بالبيت بسبب اطراف خارجية وممكن تكون من العائلة. او حتى ممكن يكون شاناكو زعل بينكم وبسبب موضوع طرف ثالث. الطرف الثالث مثل ما اوضح كل مرة ممكن يكون شخص من الاهل هو دي عقل علاقة اللي بيناتكم او يسبب لكم مشاكل يدخل بها او ممكن البعض الثاني منكم يكون يعني طرف ثالث يكون خيانة بس بكل الاحوال دا اشوف الطرف الثالث اللي كان موجود ببيناتكم للمتزوجين او طالع من العلاقة بالفترة الحالية ودا اشوف اكو مصالحة واكو عودة للمنزل اذا شنتوا تاركين المنزل يعني الناس اللي متزوجين فدا اشوف اكو عودة اكو رجوع واكو صلح واكو استقرار راح يصير بالبيت. اكو استقرار للمتزوجين من بعد مشاكل جتوا مارين بها ازمات صار لكم فترة دا اشوف اكو رضا شوية اكو سعادة داخلية راح تصير ممكن يكون عدكم خبر حلو فرحة بالبيت راح تحتفلون بيها او جمعة عائلية راح تصير بهاي الفترة. هسا نجي على الوضع العاطفي البعض منكم يا برج الميزان شوية ركزولي على الوضع العاطفي للمرتبطين والمنفصلين راح احجي هسا. البعض منكم يا برج الميزان دا اشوف انتو اخذتوا قرار انو تنهون العلاقة بشخص انتبهوا لما راح اقول لكم على الابراج اللي ممكن تتعاملونوا ياها. ممكن البعض منكم يتعامل ويا شخص برج العذراء مثل ما قلت لكم اول الفيديو. ممكن يكون برج جدي وايضا الطاقة النارية موجودة ممكن يكون قوس او اسد. او حتى حمل لان ورقة الحمل مقلوبة. فدا اشوف انو برج الميزان ممكن تكونوا نهيتوا علاقتكم بشخص من احد هاي الابراج او عادي حتى اذا متشان برجة بس القراءة تنطبق مهم الابراج. الابراج بس تأكيدا البعض الناس اللي طاقتهم تكون واصلة حتى يتأكدون انو القراءة تنضبط عليهم مية بالمية من خلال الابراج. فدا اشوف انو برج الميزان انتو مريتو بخسارة عاطفيا بالفترة السابقة. نهيتوا علاقتكم بشخص هذا شخص كان من النوع اللي متكبر. شايف نفسه متسلط و مسيطر بالعلاقة من النوع اللي يفرف سيطرته بالعلاقة. وهذا شخص علاقتكم بيه ما كانت مستقرة وانتو عدكم احساس انو هذا شخص يكون متلاعب. هذا شخص ممكن تكون صار لكم سنوية او انو موضوع الزواج ببيناتكم صار لسنة مفتوح بس هذا شخص دائما دي اجل بهذا الموضوع دائما اكو احباط دائما اكو تأخيرات دائما يقول لكم انو يحكي ايكم اشياء بس هاي الاشياء مدى اشوفها حقيقية صادقة ممكن يكون هذا الشخص كاذب. لبعض منكم ممكن يكون اكو طرف ثالث بينكم موجود بالعلاقة. اذا ما كان برج الميزان نفسه هو بالفترة الحالية انت طاقتك طاقة علاقة ثلاثية. اذا ما كانت انت صاحب هاي العلاقة الثلاثية. العلاقة الثلاثية طبعا انو انت تكون تفكر بشخصين او انو انت يعني يتحشو يا شخصين بنفس الوقت. فدا شوف انو وضع العلاقة الثلاثية. راح ينتهي بهذا الشهر. راح تخرج احد الاطراف الداخلية او انو هو شخص نفسا من احد الاطراف. هو راح يطلع من العلاقة يصير ببيناتكم انقطاع بالتواصل تنتهي علاقتك بي. المهم يعني بكل الاحوال دا شوف اكو خسارة انت مريت بيها. اكو شخص فقطه طلعته من حياتك نهيته العلاقة به وهذا شخص انت من بعد ما نهيته العلاقة بي دا شوف ما عندك نوايا انو انت تدخل بعلاقة جديدة. لانو هذا شخص تعبك وشان متلاعب ومن النوع اللي ما يفكر بعواقب الامور ولا حتى يفكر للبعيد. تفكيره هذا شخص محدود. يعني هو داخل العلاقة بتلاعب. وانتو اساسا البعض منكم يعرف انو هذا شخص متلاعب بس هو كان ناوي انو ينطي فرصة البعض منكم هاي الازمة سببت لانعدام بالثقة. والبعض الثاني دا اشوف حتى انو الموضوع الاهل ممكن عرفو بي او الاصدقاء فانحطه بموقف صعب. بسبب هذا الشخص من بعد ما انتهت العلاقة ممكن يكون شان وعدك بموضوع زواج. وانت حتيت وقلت بس بعد هالموضوع فجأة يعني اختفى هذا الشخص او انو قل لك شون نقول يعني اعذار وكذب اكو كذب هو يعد هذا الشخص. فانت من اكتشفت انو علاقتك بما راح توصل للمكان وعلاقة مو طويلة الاجل قررت انو تنهي العلاقة او راح تقرر انو انت تنهي العلاقة بالفترة الجاي لانو التحدي اللي قدامك هو علاقة انت تعرف انو هي مو طويلة الاجل. والنتائج مالتها ما راح توصل للمكان. وانت هواي استثمرت بهاي العلاقة ممكن تكون صار لك سنين ويا هذا الشخص او حتى استثمرت مشاعر ممكن هواي ضحيت له هواي صبرت عليه وهواي تحملته ولكن هذا كله بالاخير طلع بدون فايدة هي تتعبك راح يعني. فلاسبب ده شوف انو انت راح تتخذ القرار بالفترة الجاية تطلع هذا الشخص من حياتك اللي عنده طاقة تلاعب مو طبيعية هذا الشخص حتى عنده نوع من الابتزاز العاطفي ممكن يعني يغلط بحقك ومنه تعاتبه هو راح يحتشو اياك يقلب الموضوع عليك ويخليك اتحس بالذنب لان انت راح اتعاتبت على الغلط مالتا ويخلي الغلط موجود بي كده شوف انت هتتعاني من انفصل من هذا الشخص اللي عنده نوع من الدراما كوين يعني دائما يقلب المواضيع الصالحة مهما كان الوضع هو راح ينقلبه صالحة بالاخير حتى لو كان هو الغلطان انت ما تقدر تلزم عليه غلط فلا اشوف انو انت هذا الشخص المتلاعب للمنفصلين ممكن يكون دخل بحياتكم من بعد خسارة انفصلتوا انتو عن شخص فبالفترة الحالية قاعد تفكرون بالشخص القديم اللي كان موجود بحياتكم وده تقارنوني ببيناتهم لانو ده اشوف احتمال لبعض من عدكم تكون خسارة شخص وبسبب هذا الشخص المتلاعب ولهالسبب انت عندك نوع من الفرصة ضائعة لتحس انو اكو شخص شان موجود بحياتك فرصة وضعت من ايدك ضيعتها ممكن تكون انت اساسا ضيعت على مدهواية فراص اجتتك زينة بس انت ما قبلت بها في سبيل انو تنتظر هذا شخص بس هذا شخص بالاخر يعني اكتشفت انو هو مقد المسئولية ولا نوايا وياك نوايا حقيقية وجدية هو مجرد ينطيق عدار ده اشوف هو مشاعره بالفترة الحالية اقول بعض من عدكم صاير التجريح بالكلامة بينكم وبينه او انتو ناوين انو تقطعون علاقتكم بهذا الشخص فدا شوف هو بالفترة الحالية يريد يجي يحكي وياكم بصورة سريعة مندفع جدا يعني هو عنده طاقة تسرع طاقة اندفاع عالية فنوايا انو هو يجي يرجع يدخل بالعلاقة ببيناتكم او يحاول انو يرجع لك ولكن بعد الرجوع النوايا مالته انو هو يبقيك بهالطاقة طاقة التأخيرات طاقة الاحباط يعني هو راح يرجع همينه يوعدك انو هو يحل الامور او انو يصر ببيناتكم زواج او انو هو يصير احسن ولكن يبقي عنده طاقة التأخير وطاقة الاحباط نوع من الكذب يبقى موجود عنده فهذا الشخص هو نوايا بالفترة الحالية انو يأجل كل المواضع اللي بينكم وبينه ويأخرها هو بس يحاول انو يكسب وقت انت اساسا التحدي اللي قدامك انو انت تخلي حد لهذا العلاقة لانده اشوف هذا الشخص عنده تلاعب كبير يعني طاقته جبارة كلش متلاعب وكاذب ويقدر يسيطر على عقل الانسان يقدر يستخدم العواطف يبتز الانسان بعواطفه من ناحية العواطف يدخل للشخص ويحصل على شي اللي هو يريده فبالفترة الحالية ده اشوف انت اما قاعد تفكر بشخصين شخص منهم هذا المتلاعب وشخص ثاني هو ده تحس انه هو فرصة وضاع من حياتك او انو انت ممكن تكون هذا الشخص يعني هو من الماضي وراجع ده يحاول يرجع بحياتك فعندك طاقة علاقة ثلاثية ده اشوف بالفترة الحالية اكو علاقة ثلاثية واحد الاشخاص اللي موجودين بهاي العلاقة عنده نوع من هذا التلاعب قلتلكم ممكن يكون برج الجدي ممكن يكون برج العذراء او ممكن يكون برج القوس او الاسد او حتى الحمل هنا موجود عندي يعني الطاقة اللي موجودة طاقة ترابية وطاقة نارية فاما عذراء ثور جدي او عقرب او قوس حمل واسد فده اشوف انو الوضع العاطفي بهاي الفترة شوية محتاج من عندك وقفة محتاج من عندك يعني عزم انو انت تقدر تخلي حد لهذا الوضع والكركبة اللي موجودة بحياتك عدم الوضوح والتشويش وعدم اتخاذ القرارات انت لازم تاخذ خطوة بالفترة الجاية انو انت تتخذ القرار الصحيح بخصوص هذا الشخص او بخصوص الاشخاص اللي موجودين بحياتك البعض منكم ممكن يكون هو كاشف علاقة ثلاثية بهاي الفترة ولها السبب هو قاعد نهى العلاقة بهذا الشخص المتلاعب بس هذا الشخص المتلاعب ده اشوف اكو تواصل بينك وبينه راح يصير خلال هذا الشهر وراح يصير ببناتكم بتجريح بالكلام اما انت راح تجرح بالكلام او هو راح يجي تجرحك بالكلام لانو ده اشوف عنده طاقة تعصب يعني ممكن هذا الشخص لانو انت تركت صايرة عندها طاقة طاقة الهجومية فده اشوف اكو تواصل سريع راح يصير وياك وهذا التواصل راح يصير بيعني يعني مو تواصل بالناء راح يكون بيه تجريح التحدي اللي قدامك يا برج الميزان هذا الشهر التحدي اللي قدامك ممكن يكون عملي وممكن يكون عاطفي راح اقول لكم على الصعيد العملي معناه وحقول لكم على الصعيد العاطفي على الصعيد العملي ده اشوف انه انت بالفترة الحالية عندك ملل من الموضوع العملي مثل ما قلت لك بالبداية انت بعمل صار لك فترة تتعب 80% وتتعب وتحصل احتمال الارباح اللي تجيك من عنده فقط 20% فبالفترة الحالية انت هذا العمل ده تشوفه انه مو رؤية طويلة الاجل هذا العمل مو الشي اللي انت تدور نفس الوقت ده اشوف عندك طاقة متاعب بيه وده تبدل هواية مجهود ولكن هذا العمل مقاعد يوصل للمكان فبالفترة الحالية التحدي مالتك انه انت تتخلص من عمل تعرف انه هو مو شي طويل الاجل اليك وتبلش بمشروع جديد التحدي اللي قدامك هذا العمل شلون راح تقدر تتجاوزه او شلون راح تتخلص من عنده لازم تفكر عقلانية بهاي الفترة لازم تتخذ خطوة جريئة ممكن حتى اه يعني ما كمانع انه تاخذ استشارة من شخص فاهم يتخليه يساعدك انه انت تلقى عمل جديد لازم تتخلص من هذا العمل الي متعبك وما قاعد تاخذ بيه مجهود انت تعرف انت نفسك عندك ادراك بالفترة الحالية وراح يصير عندك ادراك انه هذا العمل متعب ومو طويل الاجل مجرد النتائج مالته مو النتائج اللي مرغوبة انت بديت يعني تحس انه تعبك قاعد يروحي شي على الخالبة لاش فدا شوف انه لازم شلون تتجاوزه لازم تخلي حد لهذا العمل اذا كان عندك ملل منه وتعرف اترك هذا العمل وبلش تدور على عمل جديد والفرصة الثانية موجودة اما اذا كان على الصعيد العاطفي فدا شوف انه انت بعلاقة بالفترة الحالية قاعد تفكر بيها بعقلك يعني قلبك هواية بمشاعرك وتارك عقلك بالفترة الجاية دا اشوف انه هاي العلاقة اللي انت بيها تعبت بيها هواية وضحيت بيها وقاعد تنطب بيها قاعد تحاول انه تبني علاقة بس هاي العلاقة ما قاعد توصل للمكان اللي انت تريده وما قاعد تتقدم دائما فيه تراجع وحتى الشخص اللي انت قاعد تتعب وتنطي مشاعرك وتعبك وتضحياتك بدا تحس انه هو ما قاعد يقدر او ما يستحق هذا الشي نفس الوقت لا شوف احتمالي تكون اكو بيناتكم اختلافات هواية بينك وبين هذا الشخص فتفكيرك بشكل مفرط بالعاطفة اما خليك ما تشوف السلبيات وما عندك ادراك انه هاي العلاقة شنو حقيقتها ما قاعد تقدر تشوفها على حقيقتها بسبب التفكير العاطف اللي موجود فشن تقدر تتجاوز هاي العلاقة النصيحة تقولك انه اترك التفكير العاطفي لانه هو اللي مشوه الادراك عندك هو اللي مدى يخليك تعرف تتخذ قرار بخصوص هاي العلاقة ولا تشوف الوجه الثاني لها او الوجه الحقيقي التحدي اللي قدامك انه انت تقطع علاقتك بشخص متلاعب والعلاقة ويا مو علاقة طويلة الامد ولا راح تدوم هي مجرد علاقة وقتية وتنتهي ومجرد تاخذ منك وقت وتعب ومجهود رغم انه انت بالفترة الحالية ده اشوف عندك القدرة انه انت تشتغل عليها وتساهم بخطوات بس العلاقة ما قاعد تتقدم من طرفه فالتحدي اللي قدامك انه انت تقطع هذا الشخص المتلاعب اللي موجود بحياتك او راح يرجع يبلش يظهر بحياتك بالفترة الجاية تخلي لحد وتقطع من حياتك بالنسبة لنقاط الضعف اليك يا برج الميزان نقاط ضعفك هذا الشهر راح تكون انه اكو سر انت خايف ينكشف نقاط ضعفك سر انت خايف ينكشف ده اشوف بالفترة الجاية هذا السر راح ينكشف ونفس الوقت ده اشوف انه عندك بعض المخاوف والقلق والاوهام وحتى كوابيس بالليل بسبب موضوع معين انت ده تفكر به او حتى ممكن يكون اتجاه شخص من برج الحوت ممكن تكون قاعد تفكر بشخص من برج الحوت وهو نقطة ضعفك بالفترة الحالية ممكن يكون هو نفسه هاد الشخص المتلاعب ايضا برج الحوت هنانا ظاهر يمي قبل ما ينتهي الفيديو راح اقولكم كل الابراج اليوم موجودة حتى تشوفون اذا ابراجكم موجودة ابراج الناس اللي تعرفوهم موجودة فنقاط ضعفك هي المخاوفك وقلقك لازم تتغلب عليها بهاي الفترة لازم تتخذ قرارات جدية تحاول انه تكون قوي اما بالنسبة لنقاط القوة اللي لازم تشتغل عليها بهاي الفترة